لو انت بتتفرج على الفيديو ده وانت مش مشترك في قناة المتوحد فكرة اتمنى انك تشترك بالاضافة الى اللايك والكومنت الجميل اللي زي حضرتك لازم تكون عارف ان انا في قناة المتوحد فكرة بتابق احصائياتي بشكل مستمر وانت كمان علشان قناتك تنجح وتعرف الخلل فين لازم تتابق احصائياتك بشكل مستمر هتكلم معاك عن جزئية صغيرة جدا 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 ولكن مهمة اوي اوي لازم تكون عارف وقت المشاهدة من المشتركين في القناة والنسبة المقوية بين الناس اللي بتفرجوا عليك سواء كانوا مشتركين او غير مشتركين لان النسبة دي هتفرق جدا معاك في تفاوت المشاهدات وحتفرق جدا مع حضرتك في تفعلك مع الجمهور بشكل مستمر واطلب من الناس زي ما انا طلبت في البداية انا بتابع الاحصائيات والاحصائيات ده انا بتابعها تقريبا كل سنة كل تسعين يوم كل ثمانية وعشرين يوم ليه؟ علشان اعرف اشوف النسبة المقوية بتقل ولا بتزيد يعني مثلا انا هنا في اخر تلتمية خمسة وستي يوم كان نسبة المشتركين بتفرجوا علي بنسبة تلاتة واربعين في المية اما نغير المشتركين كان سبعة وخمسين في المية لما جيت عملتها اخر تسعين يوم النسبة قلت бес begitu 49% وهنا واحد وخمسين في المية لما جيت عملتها اخر 28 يوم المشتركين تلعفوه بقوا واحد وخمسين في المية وبتفرجوا عليك بنسبة أكبر علشان كده بطالب من حضرتك بشكل مستمر انك تتابع الجزئية دي علشان تعرف انت عندك خلل ولا لأ لان حضرتك لو بتجيب مشاهدات وما بتجيبش مشتركين ده هيأثر على قناتك في تفاوت المشاهدات فيديو هتلاقي بيطير والفيديو التاني بيموت ليه لان نسبة الظهور هنا هتكون نسبة أقل للمشاهد اللي مش مشترك في قناتك صعب جدا يرجع لك تاني او تظهر له تاني إلا بالصدفة فبرضه هتفرج عليك وحيطلع لانه ما اقتنعش بيك من البداية فانت حاول على قد ما تقدر وانت بتعمل اي فيديو انك تقنع المشاهد بيك لان النسبة دي انا تقريبا بشوفها على كل فيديو ازاي حوضح لك بدخل هنا على المحتوى بتاعي اللي بنزله واجهت فرج على الفيديو ده وعمل احصائيات من احصائيات اجعل الجمهور من الجمهور انزل تحت واشوف النسبة الاكبر النسبة الاكبر المشتركون اللي اتفرجوا علي اكتر من غير مشتركون فلو جينا بصينا المشتركون يتفرجوا علي او المشتركين يتفرجوا علي اكتر فده انجاز حلو جدا فانا كده ماشي في الطريق الصح وعايز النسبة تكبر اكبر علشان كده بطلب من حضرتك انك تشترك في قناتك وهنا مش قده الى حدوث مشكلة انا ماشي زي الفل ومحتاج ان اطور نفسي اكتر فبطلب من الناس الاشتراك واحاول اقنحهم بمحتوية ودي تركاية بسيطة لازم تعرفها علشان ما يكونش عندك تفاوت لان في بعض الناس اللي بتعتمد على الفيديوات القصيرة اللي بيكون عندها تفاوت في النسبة دي زي مثلا كرياتيف لو جينا بصينا على كرياتيف فقناته 2482 مشترك لو جينا بصينا على الفيديو الاخير ودخلنا على الاحصائيات ومن الاحصائيات جينا على الجمهور وبصينا على النسبة حالكي نسبة اللي غير المشتركين نسبة 92.4 من 10% فهنا هي نسبة اقل حتى مرات ظهور الاقل وهنا هو ما قدرش يعمل ترابط بينه وبين جمهوره الحقيقي اللي مفروض يتفرج عليه يعني من 90 الف اللي موجودين عنده بصينا من 90 الف اللي موجودين عنده 94 الف موجودين عنده في فيديوهات قصيرة الناس بيتعتبر قليلة جدا 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 وهم ما اعتمدوش عليه وما تعودوش عليه علشان كده بحاول على قد ما تقدر او انت حاول على قد ما تقدر انك تعمل لنفسك كارير محدد حاول على قد ما تقدر انك تعمل لنفسك صورة الناس كلها عارفهاك بيها حاول على قد ما تقدر ان طريقة تقديمك للمحتوى الناس شايفاك هي ونفس الطريقة دي مختلفة ما فيش اي شخص ما تحاولش تقلد حد تاني لانك لو قلت تحدي تاني حيروحوله زي مثلا بلاقي ناس بتقلد مثلا قناة كبيرة جدا في الطبخ في صوتها او بتقلد شخص تاني في اسلوبه او طريقته الناس حبوه هو مش حبوك انت لازم تطلع بشخصيتك باسلوبك بطريقتك علشان المشترك يرجعلك تاني ويحبك انت ما يحبش الشخصية الاصل ويسيب التقليد انا بكره جدا موضوع التقليد انا كمشاهد لما تفرج على شخص بيقلد بسيبه وامشي وامشي مش تفرج عليه تاني بجد لو جينا دخلنا على الاحصائيات وشفنا مجمل الاحصائيات عند كرياتيف ودخلنا على الجمهور ونزلنا تحت علشان نشوف النسبة المقاوية هلاقي ان النسبة المقاوية 98 و3 من 10 غير مشتركين واحد من عشرة بس المشتركين او اتنين خليت قولي اتنين متخيل اتنين بس هنا يخلي ان فيه نسبة وتناسب نسبة تفاوت كبيرة جدا في المشاهدات لما نيجي نبص على المشاهدات الاخيرة الفين ستومية ستالاف متين وعشرين الفين وخمسمية حد بقى الاكتر مشاهدة اتنين مليون اتنين مليون تتا مليون طب ما انت مقدرتش تخلي الناس اللي تفرجوا عليك هنا ترجع هنا والخلل هنا ان كل الفيديوهات اللي كانت جايبة مشاهدات عنده هو من ظاهر فيها مش عامل لنفسه هنشوف في البداية بص هو من ظاهر فيها هو هتلاقي الناس بترجع تاني للشخص او بتفرج ناس شخص اللي ظاهر فيها العلامة التجارية بتاعتك انت الشخص نفسه وده اللي بيحصل برضو في قناة اهي لما نجي نشوف القناة الصياحة الفيديوهات القصيرة برضو وبص النسبة اللي نسبة 95% غير مشتركين والنسبة 4% مشتركين هنا للأسف شديد انا كمنشئ محتوى او كشخص لما اجي اقدم محتوى ولاقي النسبة بالشكل ده اللي هو الشكل اللي مسلا لاقي النسبة قريبة يعني من هي ثواني من الجمهور قريبة من الشكل ده انا بيجي لحالة من الاطمئنان لان المشترك بيجي لي بتفرج عليها تاني لكن لما لقيت 90% بيصير من الحالة من الياس والتفاوت في المشاهدات فبزعل فاطلب من حضرتك انك تتابع النسبة دي علشان لو لقيت فيه خلل لازم تطلع بنفسك او تظهر بنفسك او تكون مميز او تعمل حاجة مختلفة يعني للحاجات التانية وخد بالك فيه بعض المحتوات الناس بتتفرج عليك زي الملخصات لكن مش بتجي لك تاني مش بتعود عليك تاني بتعود عليك لو انت ما تكنت مميز في حاجة سواء في صوتك سواء في اسلوبك سواء في منتاجك سواء انك بتضيف لهم بعض المعلومات الجديدة في حاجات كده تركات تبقى لوحدها بيجي لك ميتين تلتمية الف ربعمائة الف هو عنده خمس تلاف مشاهدة مع الوقت حتزيد ومع الوقت انت حتعمل لنفسك كرير مختلف مع الوقت حضرتك النسبة حتزيد لكن هطالب من حضرتك تتابع الاحصائيات دي لان الاحصائيات دي مهمة جدا وانا بتباحها بقالي سنة تقريبا وتقريبا بتباحها كل شهر علشان عرف اشوف انا النسبة دي لما اجي اشوف في نوفمبر اكتوبر مثلا هنا واشوف اكتوبر الشهر اللي فات ايه اللي حصل سبعة وتسعين اشوف اللي ايه نوفمبر ايه اللي حصل اقال ولا اكتر المشتركين اكتر كالاول غير مشتركين بص كالاول غير مشتركين في اكتوبر كان غير مشتركين اكتر في نوفمبر المشتركين اكتر اه انا كده بتطور في اتناشر هتابع وابص اكتر واشوف النسبة مهما كاد المشاهدات ولكن نسبة للمشتركين اكتر انت كده في امان وحتلاقي على قد ما تقدر ظهورك للناس المشتركين واللي مقتنعين بيك بنسبة 100% هتفرجوا عليك بشكل مستمر وده انجاز في حد ذاته انت بقى انجازك ايه وريني النسبة عندك لو النسبة كبيرة جدا حاول على قد ما تقدر انك تتميز حقولها لك بشكل مستمر حاول على قد ما تقدر انك تتميز وانصحك انك ما تعملش فيديوهات قصيرة وانت ما بتظهرش بنفسك او حتكون مميز في حاجة في طريقة تقديم في تصوير في بيتك محدد لكن ما تجيبش معلومات عامة وتنزلها لاني المعلومات العامة وتنزلها الناس كلها تقريبا بتتبعها وما بيشتركوش في قناتك وما بيكونش بينك وبينهم لينكز يعني تواصل التواصل اهم حاجة والتفاعل الافضل علشان كده حطلب من حضرتك تاني الكومنت اللايك الاشتراك تمام دايما اطلب من تابعينك وجمهورك الاشتراك اطلب منهم اللايك اطلب منهم الكومنت لان ده بيسهل على مرات ظهور اكتر لو عايز اساعدني اديني اللايك لو عايز اساعدني اعمل الاشتراك وتفرج عليها بشكل مستمر لو عايز اساعدني ما تنساش كومنتك يا جميل يا جميل الى اللقاء يا صاحبين